لحظة سجلها التاريخ تحكي فصلا آخر من فصول الانتصارات المصرية والتي أثبتت أن لمصر جنودا في كل المجالات وعلى رأسها المجال الدبلوماسي وتفاوضية وهما أثبتته عودة طابة لأحضان الوطن عبر مفاوضات معقدة صالت وجلت فيها الدبلوماسية المصرية واحتفلت محافظة جنوب سينا بمرور 34 عاما على رفع العلم المصري على أرض طابة في ظل أجواء تجسد مشاعر الفخر والعزاء 34 عاما على هذه اللحظة التاريخية التي رفع فيها علم مصر على أرض طابة معلنة عودة المدينة للسيادة المصرية بعد جهود دبلوماسية سبقها تضحيات عسكرية على أرض سيناء لتحتفل محافظة جنوب سيناء بهذه الذكرى وسط حضور شعبي وعرض للموسيقات العسكرية وأجواء احتفالية بساحة العلم جسدت مشاعر الفخر والعزة والنصر بعودة الأرض دولة لم تفرد في شبر واحد من أرضها وأصرت وحشدت كل الجهود علشان نأخذ هذا المكان ولو كيلو متر مربع ما نسمحنا ما فردش في متر واحد هذا اليوم يوم مشهود ويوم معلوم والله عز وجل أمرنا في كتابه الكريم في قوله وذكرهم بأيام الله فهذا يوم عظيم ومبارك يوم أمن الله علينا واسترددنا الجزء العزيز على قلوبنا جميعا وتم رفع العلم على مدينة الطابة وذا يوم مشهود له قدر عظيم في قلوب المصريين جميعا طبعا استرداد الطابة ده يمثل لنا العزة الكرامة الإرادة السياسية القوية الوعي السياسي والحكمة التي تسترد الأرض بدون قطر الدم واحدة يمثل لنا كتير جدا من المعاني الطيبة المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها مدينة طابة من حيث موقعها الجغرافي والتاريخية جعل لها مكانة خاصة في قلوب المصريين عامة ولدى القبائل وأهالي سيناء خاصة الذين يحرصون على الاحتفال بهذه الذكرى بالتزامن مع الاحتفال التنموي بتنفيذ العديد من المشروعات على أرض سيناء كل عام بمزيج من العزة والفخر يعني احنا الصراحة فخرين احنا كبدوسين من أبناء المحافظة فخرين باسترداد مدينة الطابة والاحتفالات العالمية اللي بنشوفها هنا كل سنة ودائما المحافظ بيدعونا يعني احنا بنشكر السيدة الواخرة فودة لأنه كل سنة بيدأ أبناء المحافظة أنهما يحيوا الحفل هنا أكيد فخور باسترداد طابة يعني دي حاجة حاجة أفتخر بيها للوطن العرب كل جهود عسكرية ودبلوماسية سطرها التاريخ منذ استرداد طابة في التاسع عشر من مارس عام 1989 لتكون هذه الذكرى احتفالا سنويا يؤكد فيه المصريون قيادة وشعبا على تمسكهم بالأرض وعدم التفريط فيها وأن مدينة طابة ستظل رمزا للسيادة المصرية موسيقى موسيقى رفع علم مصر على أرض طابة عام 1989 وسيظل مرفوعا يرفرف في سماء سيناء التي عادت كاملة بعودة طابة وسيظل المصريون يسجلون فرحتهم بهذا الانتصار من خلال هذه الاحتفالات الشعبية والتنموية التي تضع سيناء على رأس المدن السياحية والتاريخية الكبرى من مدينة طابة بجنوب سيناء محمود جميل التلفزيون المصري موسيقى موسيقى